السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شيء أعتذر لكم على هذا الغياب الذي طال أكثر من ثلاث أسابيع ليست من عادتي أن أغيب هذه الفترة السبب راجع لمرض والدي أصيب بالشلل أدعو له بالشفاء شكرا على كل رسائلكم التي تصلني سواء في الفيسبوك تليجرام تويتر حتى في الفيديوهات القديمة شكرا لكم شكرا على كل شخص يدعو لوالدي كذلك اشتقت لكم اشتقت للفيديوهات عدنا والحمد لله السوق حاليا كنا قد وضعنا طريق العملات الرقمية ووضعنا أهداف للبيتكوون على أنه ممكن أن يستهدف لنا ما بين 40 ألف دولار والأربعة وأربعين ألف دولار وصل لأربعة وأربعين ألف وخمسمائة دولار لازالت تظهر الإيجابية في العملات الرقمية البديلة العملات التي نسيت تعطى لها الفرصة رأينا عملات كثيرة حققت صعود ممتاز أسئلة وصلتني بشكل كبير على عملة دي وي دي اكس ما هي أهدافها كانت وصلت لأكثر من أربعة دولار سبب نزول العملة عادي جدا أي عملة عندما ترتفع مثلا تسعين بالمئة أو أكثر تنخفض والانخفاض كان معه الإفراج على كمية مئة وخمسين مليون خلال هذا الشهر فريق العملة يعني يبيع خلال هذه المرحلة وهذا عادي وهذا أثر على سعر العملة العملة كانت وصلت لأقل شيء تقريبا 1.37 وأقصى شيء وصلت له خلال هذه الفترة أكثر من أربعة دولار الكثير من الأخوة الحمد لله حققوا أرباح من دي وي دي اكس كذلك الحال على عملات عديدة نرى خلال هذه الفترة بداية صعود عملات كاردانو التي وصلت اليوم لأكثر من خمسة وخمسين سنت كذلك الحال لازلنا نرى الصعود لعملة سولانا رأينا عملات اللايرتو التي تشتغل الأتريون بدأت تظهر فيها الإيجابية مثل عملات الأوبتيميسم مثل عملات الأربيترون عندما يرتفع الأتريون ضروري سترتفع معه مؤتجاته سواء مؤتجات العملات التي تشتغل له الدفاي مثلا مثل الميكر مثل الآف مثل الكومب مثل اليوني سواب مثل الكثير من العملات كذلك الحال على هذه العملات تقريبا نهاية هذه الموجة ستنتهي بصعود كل العملات لازلت هناك بعض العملات التي لازلت لم تظهر فيها الإيجابية بذلك الشكل المتوقع منها كسبيل المثال لدينا فيتشين فيتشين لازلت لم تظهر فيها تلك الإيجابية المتوقعة منها كذلك عملات زيليكا كذلك الحال على الكثير من العملات كذلك أبتوس من العملات التي ممكن أن تظهر فيها الإيجابية خلال هذه الفترة كذلك بدأت تصعد وصعدة حاليا تمانية ونصف دولار بالمتوقع لها هي الأخرى أن تصعد وتظهر فيها الإيجابية وصلنا حاليا لمنطقة مهمة منطقة الأربعة وأربعين ألف طولار بالنسبة لحسابنا على التويتر لدينا حساب واحد فقط ليست لدينا حسابات أخرى لدينا في الفيسبوك لدينا في تويتر لدينا في تليجرام كل الروابط ستجدونها في الديسكريبشن في وصف الفيديو بالنسبة لهذا الغياب الذي غيبناه ثلاث أسابيع الحمد لله كنا قد وضعنا الخارطة وضعنا ما يمكن أن يحصل للسوق على مدى هذه الشهور لم نتحدث لكم على أن الموجة الإيجابية ستستمر مثلا يوم أو أسبوع أو لم نحدد لكم بالطبع حددنا لكم مناطق مثلا هنا حتى عندما كنا في الـ 34 ألف وصعد البيتكون هنا حددنا أن البيتكون ممكن أن يتجه ما بين 40 ألف دولار والـ 45 ألف دولار وستزيد العملات من صعودها لذلك الإخوة الذين يتابعوننا في اليوتيوب فهذا حسابنا على التويتر الحساب الخاص به نحاول أن نكون قريبين منكم أكثر لكي نعطيكم آخر التفاصيل فالحمد لله سنحاول خلال هذا الفترة لأنها فترة مهمة أن نضع لكم فيديوهات بشكل أسبوعي أو أقل كل ثلاث أيام أو يومين سنضع لكم فيديو لكي نقربكم من حالة السوق أما بالنسبة للسوق بالنسبة للموجة الإيجابية لم يتبقى لها ذلك الشكل الكبير خصوصا أننا رأينا بدأت عملات التي تسعد فقط مثلا في الميني بوران أو بوران مثل كاردانو مثل ريبل خصوصا الكاردانو بدأت تسعد الريبل كذلك سيأخذ نصيبه من هذه الموجة ستيلر العملات الكلاستيكية الأخرى مثل الأتريوم كلاستيك كذلك ستأخذ نصيبها من هذا الصعود الأتريوم كلاستيك نعم كذلك لدينا الداش لدينا المونيرو كل هذه العملات ستأخذ نصيبها الأمر ليس متعلقا بالأساس بخبر معين لعملة أو عملة مثلا لديهم تحديث في البلوكتشين أو شيء من هذا القبيل أو لديهم فورك يعني هذه الموجة ستشمل كل العملات بدون استتناء والعملات التي تكون لها أحداث خلال هذه الفترة هذا سيزيد من صعودها أكثر وكأنهم يبحثون على سبب بسيط لكي مثلا يفجروا سعر عملة معينة هناك بعض الأخبار الخاصة ببعض العملات أخبار بسيطة تجد العملة في أسبوع سعادت 200 بالمئة 90 بالمئة 80 بالمئة على حسب كل مشروع العملات التي رأيناها سعادت الغاز سعادت بشكل كبير عملة تيلور سولانا كذلك وصلت لأكثر من 74 دولار بالنسبة لسؤال مثلا الأربيتروم والأبتيميسم الأربيتروم لازلت لم تسعد بذلك الشكل المنتظر منها الأربيتروم يعني تقريبا إجمالي صعودها يعني نقول في المجموع 25 بالمئة 30 بالمئة إذا قارناه مع عملات أخرى لم تسعد بذلك الشكل الكبير كذلك لدينا تشيليز لازلت لم تسعد لدينا كذلك أبتيميسم لدينا الكثير من العملات لازلت لم تسعد بذلك الشكل الكبير المعنى ساند بوكس يعني بالنسبة لي لم يتبقى ممكن أن يتبقى 20 بالمئة في هذه الموجة أن واصل البيتروم تقريبا 44 ألف نقول 45 ألف سيتركونه هنا لكي لا تعرف الناس هل تشري هل تبيع كلها الآن الناس حائرة هناك من بدأت تشري لازلنا لم نصل لذلك الفوم الكبير ولكن بدأنا نرى بعض الناس مثلا تقول هذا هو البورران إنسى بورران ألفين وخمسة وعشرين أو إنسى أربعة وعشرين أو إنسى هذه الأيام وبالنسبة بعد مروح هذه الموجة الإيجابية ضروري سندخل في موجة سلبية قوية غير متوقع أكثر مما تتخيل يعني هذه الموجة الإيجابية أنتم أنتم لم تتخيلونها رأيتم البيتكون إلى أي حد وصل والعملات كيف ساعدت كذلك في السلبية ستكون غير متوقع وبالنسبة لي كنتم قد وضعت لكم رقم ثلاثة عشر ألف إدنى عشر ألف دولار ولكن من سيرى هذا الرقم سيخاف سيقول أنه ممكن آخر قائع هو الواحد وعشرين تمانية عشر ألف صانع السوق دائما عندما كل الناس تتفق على قمة مثلا قمة الناس كلها تتحدث على آخر شيء ممكن أن يصل إليها البيتكون هو الأربعة وثلاثين لو حدث شيء مستحيل خمسة وثلاثين ها هو البيتكون هو الأربعة واربعين ألف وخمسمائة كذلك في النزول أنه ضروري صانع السوق يجب أن يدخل لك الشك ممكن أن تكون مقاومة قوية جدا ويصعدون به فوق تلك المقاومة ويطركونه مثلا المقاومات هم مثلا واحد واربعين ألف مثلا أو أربعين ألف يصعدون به الخمسة واربعين ستة واربعين ألف ويطركونه حتى أنت تلغي كل الأشياء التي كنت قد وضعتها سابقا كذلك في النزول عندما تضع آخر قاع مثلا ثمانية عشر ألف تقول هذا هو آخر قاع وتشتري في الثمانية عشر ألف يخفضه صانع السوق لثلاثة عشر ألف حتى أنت تلغي ما دونته سابقا وتلغي أهدافك وتلغي كل شيء حتى يدخلك الشك ماذا تفعل؟ تبيع مرة أخرى في الثلاثة عشر ألف وتنتظر قيعان أنت لم تضعها في الحسبان مثلا سبع آلاف ستة آلاف وأنا ذاك صانع السوق يعمل العكس يرتد لك من الثلاثة عشر ألف يعني السوق هكذا سوق العملات الرقمية يعني المجال الفيتكون لا يمكنه ترويده لا يمكن أن تحدد له مصار بشكل دقيق ولكن يجب عليك أن تعرف الاتجاه العام للسوق فوصلنا لهذه المرحلة والحمد لله حققنا أرباح ممتازة الحمد لله الناس التي كانت خاسرة وكانت شارتها العملات وخفضت عليها عادت عدل لها رأس مالها هناك ناس كثيرة ربحت والحمد لله وهذا الذي نريده أن تستغلوا هذه الفترة لكي تزيدوا من رؤوس أموالكم لكي تشتروا مرة أخرى من الأسفل وهكذا السوق دائما كله فرص لا تقول أن هذه الفرصة تابت مني والسوق انتهى وخلاص لا السوق دائما كله فرص وممكن أن يقلب السوق في أي لحظة لذلك العملة التي مثلا أعطتك ربح ممتاز مثلا مئتان بالمئة مئة وخمسين مئة وعشرين يعني أنت على حسب كم وضعت فيها يعني الشخص الذي مثلا استثمر في عملة مثلا مئة ألف دولار وأعطته تسعين بالمئة ليس مثل الشخص الذي وضع ألف دولار وأعطته عملة مثلا مئة بالمئة فهمت علي يعني هناك على حسب أنت كم وضعت وما هي أهدافك فبالنسبة للسوق الموجة لازالت لم تنتهي هنا ولكن لم يتبقى لهذا الشيء الكبير لم يتبقى الكثير لأن رأينا عملات صلها وقت طويل بدأوا برفعها خصوصا كاردانو وكذلك من العملات التي أراها آخر عملة دائما ترتفع سواء في البورران أو ميني بورران هي عملة الترون الترون رأينا منتجاتها ارتفعت يعني بشكل عام العملات الصفرية رأينا البيت تورنت ارتفعت بشكل كبير أكثر من 90% ارتفعت هولو تشين ارتفعت عملة الوين يعني هذه موجة حاليا ليس صعود عادي هناك موجة نرى عملات أصناف من العملات يرتفع بشكل جمعي فهذا الفيديو تقريبا ثلاث أسابيع لم أرفع فيديو أحسست بصعوبة شيئا ما يعني عندما أنت تكون مثلا متعود كل ثلاث أيام أو يوما تعمل فيديو أو تعمل شيء معين وتتركه مثلا فترة مثلا شهر ثلاث أسابيع يعني عندما تريد أن تعود يأتيك شيء من التقل في الكلام أو الحديث ولكن المعلومات لازلت كما هي رغم كل الأشياء والحمد لله كنا متابعين للسوق ونرى أحداث السوق فأدعو لي والدي أدعو له بالشفاء لأن دعوة الغريب مستجابة وأنتم لستم غرباء فصار لنا وقت طويل في هذه القناة وتعودنا على تعليقاتكم ورؤية تفاعلكم والناس التي كسبت من العملات نريد فقط منكم الدعاء لوالدي فهذه الحلقة سننهيها هنا إن شاء الله عودة ستكون أفضل من السابق سنحاول الحديث على بعض العملات التي ممكن أن تظهر فيها الإيجابية بالنسبة للعملة التي ممكن أن تظهر فيها الإيجابية بشكل ممتاز أراها أبطس أبطس صار لها وقت طويل لم ترتفع وألاحظ أبطس على أنها تتبع سولانا بشكل كبير وصار لها وقت طويل لم ترتفع وحتى مشروعها ممتاز هناك كذلك مسألين على فايل عملات الانترنت كومبيوتر هذه العملات لن تأخذ نصيبها كذلك تتأخذ نصيبها من هذا السعود كذلك الجراف عملة جرتي كذلك ستأخذ نصيبها عملات سيلر كل هذه العملات التي لا زالت لم تظهر فيها الإيجابية بذلك الشكل الكبير ستظهر فيها الإيجابية خلال هذه الفترة لذلك كن صبورا على استشمارك وإن شاء الله خير وصلنا لمرحلة مهمة تنوي الحلقة هنا لك إيلان وطيل انتظرونا في فيديو القادم إن شاء الله سيكون أفضل من هذا بكثير وسنتطرق لأشياء مهمة على السوق شكرا على كل رسائلكم شكرا على دعمكم المتواصل دمشوا في العيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة